حقوق المرأة الكويتية يكاد يكون موضوعاً كلاسيكياً إن صحت العبير يقول بعض وأن الزمن تجاوزه كونها نالت حقوقها السياسية وباتت تشارك في صنع القرار وتمارس نديتها في شؤون الحياة مع الرجل ولكن نحن في الألفية الثالثة لا يزال ملف حقوق المرأة يحتاج إلى فرز وإعادة نظر في تشريعات لم تنصفها بعد وحتى التي أنصفتها بالفعل لم ترى النور قبل يومين بعض الناشطات انتفضتها حقوقياً وبدعم من بعض الجمعيات النسيوية والثقافية تقدمنا بالطعون دستورية مباشرة على قوانين تتعلق بالمرأة ومبدأ العدالة المساواة بينها وبين الرجل وفقاً للدستور وما نصت عليه المعاهدات الدولية ولكن في العمق لا يزال هماً متنامياً ينتظر المزيد من الحلول أين تكمن الفجوة وما هي هذه القوانين المجحفة في حقها وماذا يجب أن يكون لسيماً وأن الملف أو ملف المرأة حالياً على مكاتب الدستورية للبت فيه استضفنا صاحبتها الشأن في الطعون وهما المحاميتان الناشطتان الأستاذة مونة الأربش حياتش الله أستاذة مونة الله يحييك الله يسلمك وأيضاً الأستاذة المحامية حنان العنزي حياتش الله الله يحييك الله يسلمكم بداية نحن نسلط الضوء على هذا الموضوع نحن نتكلم عن تراكمات هذا الموضوع نسألنا في شوية بالفعل قلت إنه قانون كان موجود وبعدها نلغى وغيرهم الأمور ولكن أعتقد أنه عندنا فاصل لا ما عندنا فاصل لكن أعتقد أنه عندنا ببهذا التقرير جانب من الندوة الصحفية التي قمتم بها قبل ثلاثة أيام صحيح؟ متمر bel sol متمر صحفي وليست ندوة صحفية ممتازة دعونا نتابعها ونرچع لكم بعد ما شفنا هذا التقرير عن الندوة أو المتمر الصحفي الذي قمتم بها من ثلاثة أيام دعونا نتكلم شيء عن انطلاقة هذه الحملة أنصح التعبير لأنها فيها أكثر من جزء شيء إعلامي حتى قانوني نعم قانوني بالضبط طبعا هي الحملة نحن نتكلم عن مطالبات منذ 25 سنة منذ سن القانون 93 قانون رعاية سكنية نحب أن نوضح أن تطعون الثلاثة قمناها على القانون رعاية سكنية وتملك الأجانب للعقار المطالبات كانت منذ زمن بعيد جمعيات النفل العام جمعية ثقافية اجتماعية نسائية مجاميع النساء فكانوا يطالبون في حقوقهم منذ 93 بالـ 94 بالـ 95 العديد من النواب تقدموا باختراحات بقانون لإعطاء المرأة هذا الحق وتملك المنزل حاله حال الرجل لكن جميع هذه المحاولات باءت في الفشل طرقنا جميع الأبواب أبواب المجلس أبواب النواب المحاولات الودية كلها انتهينا أخيرا من 2016 إلى رغبة هذه الفئة إلى طرق أبواب المحكمة الدستورية لذلك جميعات النفل العام استقرئنا على اختيار العدد من المواضيع اللي هي أهم المواضيع في شأن الإسكان ونتقدم بطعون دستورية وكلنا أمل في عدالة هذه المحكمة أن تعطي المرأة حقها الإسكاني ممتازة استاذة حنان كنت بسئلتش يعني لوم استاذة منا مكملة بالموضوع كنت راح أسئلتش عن لماذا في هذا توقيت بالذات هل أنه يتزامن مع مثلا أحد القوانين التي تم إقرارها في المجلس السابق وهي أعطاء الحق لاتقاضي أمام المحكمة الدستورية أول شيء أشكركم على هذه الاستغافة ثاني شيء احنا بالنسبة للوقت احنا شقالين على هذا الموضوع أكثر من ثمن شهور كانت عندنا رؤية أن احنا راح نطرحها بالمحكمة الدستورية ما كان هامنا السرعة كثر ما هامنا الإنجاز ذاته ممتازة يهمنا في الموضوع أنه ينقبل شكليا في المحكمة الدستورية فالوقت ما كان متخطط له ولكن موضوع حق المرأة المغضوم خذ مجاله سنوات خذ مجاله بالقمع سنوات من الجهات المسؤولة تم التدخل من الحالات ذاتها إلى طرق أبواب السلطة التشريعية السلطة التنفيذية دون جدول الأمانة فالمحكمة الدستورية كانت الحل الأخير لهذه الفئات المظلومة ألا وهما أساس مجتمع الكويتي المرأة الكويتية التي هي إختك وإختي ووالدتي ووالدتي يعني أهم خواتنا أهم بنات الديرة أهم صلب هذا المجتمع فلما يصير الوضع يعني أنهم سنوات يطالبون بحقهم كان مقرر لهم في زمن عبد الله السالم المغفور لعبد الله السالم وتم إيقاف هذا الموضوع في 93 أول كانت المرأة الكويتية لها أرض قرض لها وثيقة تملك لها حقها كحق الرجل تماما وهذا اللي نصح عليه دستورنا دستور الكويتي يقول لك المساواة بين الرجل والمرأة فإذن بال93 تم إيقاف هذه الحق إذن الحق كان بالأساس متواجد وتم انتزاعة ممتاز إذن إحنا واجب علينا الرد الحق المنتزع ممتاز الآن خلينا نتكلم بصورة عامة اليوم لما نقولين طعون أمام المحكمة الدستورية معناته دائما هناك يعني هذا الموضوع يتعلق بشكل أو بآخر بدستور دولة الكويت وبمواد الدستور إذا نتكلم عن هذه المواد وشنو يعني هذه الطعون قدمت واستنادا لأي مواد في دستور دولة الكويت نعم أحب أكد أحنا أول محكمة الدستورية ما كنا نقدر نلجأ لها مباشرة بال2014 تعد القانون إنشاء المحكمة الدستورية وأصبح من الممكن نتقدم مباشرة لها أول كانت الطعون نقدمها كداوة موضوعية وتخضع لصطة تقديرية لهذه الهيئة أما تقبلها وتحيل لمحكمة الدستورية أو ترفضها فكان شوي المجال أصعب للمرأة تسهل هذا الموضوع نفتح هذا المجال لذلك أعددنا وخططنا لرفع هذه الطعون ونتهينا إلى اختيار مواد اللي نشوفها مجحفة أكبر شيء مجحفة في حق المرأة استندنا إلى الدستور مواد الدستور الحرية الشخصية باختيار المرأة لزوجها الحرية بالزواج كذلك لأننا عندنا أحد الطعون أرملة الكويتي إذا تزوجت بعد وفاتها وعندها ابن يزال اسمها من التخصيص ولا تستملك هذا المنزل لا تصدل وثيقة باسمها فهنا المشرع نقول أنه قيد حقها وحريتها الشخصية في الزواج وفي اختيار زوجها فهذا في تقييد كذلك أحد الطعون عن التوريث المرأة الكويتية إذا تتوجهت من غير كويتي وشرت عقار من مالها الخاص إذا توفاها الله لازم عيالها الورثة يتصرفون في هذا المزل خلال سنة وإلا انتزعت الدولة ملكيته جبرا عنهم فهذا يخالف الدستور الكويتي في حق التوريث في حق الملكية وفي حق التصرف في هذا الملك الذي آل إليهم ممتاز الكويت موقع على العديد من الاتفاقيات الدولية منهم اتفاقية سيدة للمرأة أو لنبذ التمييز ضد المرأة ومنحة كافة حقوقها أسوة بالرجل ولكن الآن أنتوا قاعدين وياي هنا في الاستوديو وعندكم طعون لإكتساب وإرجاع حقوق المرأة طيب فسري لنا شلون أول شيء الكويت بالصدارة دائما في موضوع الاتفاقيات في حقوق الإنسان ناشطة تماما في حقوق الإنسان ناشطة في عدة اتفاقيات هذه الاتفاقيات أساسها إعطاء للمركز القانوني والمركز الاجتماعي والكرامة للمرأة فدولتنا ما هي غريبة عليها المواضيع هذه فلما ندش عليها بقضية دستورية ونطلب عدالة المحكمة الدستورية بأنها تقرر لمدى دستورية القوانين التي تم الطعن عليها بأنها خلط تماما من المساواة إحنا ما عندنا شك تماما إن لو بيشوفون أي مادة نطعن عليها ويقارنون ويشوفون دستورية هذه المواد لرأوا أن هناك مخالفة دستورية كاملة وخلل تشريعي كامل في التطبيق وخلل تشريعي نعم خلل تشريعي لأن أنا هيك أقول لك إن فيه مادة قانونية تحرم لي وتختصر لي برب الأسرة طيب رب الأسرة المتعارف عليه في مجتمعنا أنا رب الأسرة هو الرجل إذن أنت انتزعت لي المواطنة صفة المواطنة أنا ما أقول المواطنة كمرأة صفة المواطنة من المرأة ما أهي مواطن حالها حال الرجل إحنا ما قاعد نطلب أن المرأة مثل ما فهمونا البعض وهاجمونا بالتويتر أنت تطلبون مساواة المرأة بالرجل بكل شيء ما أهي خذت حقها الدستوري حقها السياسي فأنت المرأة خذت كل شيء لا لازم يعني هذا فضلا وليس أمرا للشارع أنا وجه كلمتي إنه فرقه وإحنا ما قاعد نطلب جميع الحقوق إحنا قاعد نطلب حق الإسكان اللي بالأساس كان مقرر لها من الثمانينات ومن هي كانت تأخذ هذا الحق في تمييز سلبي بين الرجل والمرأة أكيد أنا بأكد إنه إحنا طلباتنا تنصب على حق دستوري لما مواد الدستور تقول إنه لا تمييز بين المرأة والرجل بين المواطنين في الحقوق والواجبات بسبب الجنس حق الدستوري هذا فالمشرع والسلطة التنفيذية والتشريعية أتت بمخالفة صريحة لنصوص الدستور وهذا طاننا وهذا مصب طعون التي تقدمنا بها طيب خلنا أخذها بصورة أشمل الآن الطعون هم ثلاثة طعون صحيح؟ نعم على ثلاث مواضد صحيح هناك أيضا مواضيع يعني إن صحي تعبير إن شالت منها حقوقها الدستورية كسكن يعني كرعية سكنية لا لا بشكل عام بشكل عام التوظيف على سبيل المثال في مواضيع كثيرة ولكن إحنا لما طرحنا موضوع الإسكان إحنا لازم نحدد المشكلة المتفاقمة أكثر شيء عندنا تفاقم في هذه مشكلة الإسكان السكن هو سقف الأسرة هو الركيزة صحيح هو الاستقرار إذا الإيجارات بهذه الغلاء المرأة متزوجة غير كويتي ما عاشها يعني يدوبك يوفر لها الحياة المعيشية إحنا ما نقول الرفاهية ولكن الحياة التي تقدر تمشي أمورها لآخر الشهر أكيد إحنا نتكلم خلنا نتكلم بالعام يخلى اللغة العربية شوي خلنا نتكلم من القلب للقلب خلنا نتكلم إن إحنا أصحاب مشكلة معهم إحنا إذا ما فهمنا خواتنا ولا فهمنا المجتمع الكويتي إذن أنا ما أستحق أني أكون مواطنة مثلهم ما أستحق أن يقولون والله لأستاذ حنان أو لأستاذ منا أو لحضرتك إن إحنا كويتيين ونفهم المعاناة المرأة الكويتية لابد من فهم المرأة الكويتية وعلى فكرة مو إحنا الوحيدين يعني أن إحنا عنصر نسائي ناشطات في هذا الموضوع أيضا هناك رجالي في جنود مجهولة أكيد ما نقدر نقول الإسم بس في جنود مجهولة من العنصر الرجالي أهم ساندون في هذا الموضوع ومؤمنين تماما بالقضية الإنسانية من الدرجة الأولى أنا نسميها قضية إنسانية ممتاز شفت اللي تفضلت فيه هذا كلها كلام قانوني وكلام يعني حتى مصطلحاته شوية دستورية قانونية وغيرها من الأمور ولكن الآن لو بنبسطها للمشاهد والمشاهدة الكريمة والكريمة أيضا لو نقول مثلا الآن الأرمال الكويتية نعم أول شيء الأرمال الكويتية تستلم حالها حال الرجل بدل إيجار ولا ما تستلم لا ما تستلم أهم يعطونها بيت بصفة إيجار أو إذا كان لطلب تخصيص يعطونها تسكن إذا كان عندها أبناء لكن ما تصر وثيقة تملك إلا إذا كانت ممتزوجة مع أبنها إذا تزوجت إن شاء الله أسمها من وثيقة تملك طيب إذا ما تزوجت تتم وثيقتها مع أبنها نعم يطونها أولوية ولها الأولوية نعم وحالها على الرجل في التخصيص في المناطق التي تم تخصيصها لازم يكون مسبقا يكون زوجها متقدم حال حياته بهذا السكن وأن لم يتم تقدم متقدم الرعاية السكنية إذا لم يتقدم زوجها بتخصيص بتخصيص قبل الوفاء راح عليها راح عليها راح عليها قانون صار في تعديل على عهد النواب النساء مشكورات لكن لنا بعض المثالب على هذا القانون نعطوا الأرملة بعض البدائل نحن لا نعلم بالبدائل هذه نحن لا نعلم بالترقيع القانوني كيف تابعون نحن بمساواة تامة لأن هذه الحقوق مدنية ونص عليها الدستور نعم نص على المساواة بما أنك عطيت الحق للرجل بتقدم بطلب رعاية السكنية تعطي المرأة هذا الحق بتقدم ما تعطيها بديل أقل شأن من شأن الرجل طيب تسمحوا لي أنا أخذ أصير الطرف الآخر والذي يخالفكم شوية فقط لإخراء الحديث الآن سنقول الرجل والمرأة كويتيين ثناناتهم أول ما يتزوج الرجل يطلع لها طلب تخصيص أرض أو أرض على سبيل الحال طيب المرأة ما يطلع لها صحيح لا ما تقدر تتقدم أصلا ليش ما تقدر القانون يمنعها أعطى المجال هذا الطعن الأساسي هذا راح يتغير نعم هذه أحدى الطعون أنه أعطى المال لم يعطي المرأة الحق في التقدم بطلب رعاية السكنية ورعاية السكنية التقدم بطلب هذا يستتبع مزايا مالية من بدل إيجار من الأرض وقرض لا على حيات بيئة لا نحن نتكلم عن المرأة الكويتي المتزوجة غير كويتي فقط فقط لأن المرأة المتزوجة كويتي ستتقدم أي مع زوجها بطلب صحيح ما في مشكلة هنا صحيح فأحنا قلت كمعان الحالة الأخرى المزوجة غير كويتي ما تقدر تقدم بطلب يشترط أن يتقدم بطلب هو رب الأسرة ولائحة تنفيذية للقانون اشرحت رب الأسرة أنه الكويتي الرجل الكويتي الرجل الكويتي أي مرة ثانية نعم الآن عشان لن نضيع بالموضوعين هناك موضوع يتعلق في الأرملة الكويتية صحيح أرملة الكويتي الكويتي المتوفي نعم سؤالي كان لو ما تقدم الرجل على حياته نعم مثل لو تفضلت قلت يروح عليه عطوها بدائل بألفين ودائش ماشي ما تقدر إيه هي بأثناء حياة الرجل إيه هي بروحها تتقدم لا على أساس أنه لا سمح الله القانون أعطى الحق لأن القانون قاعد يعطيك رب الأسرة فقط لما نيت اللائحة كتفسير لهذه الكلمة مقصورة بالرجل أن يكون الرب الأسرة كويتي جنسية أنت هني أنت ميزت لي بين الجنس وأنت عندك دستور لكويتي يقولك أنه متساوين بالكرامة الإنسانية وفي الجنس مستحيل أن تقول لي مواطن تقتصر على الرجل أكيد نيحق السؤال الآن إذا كانت هي ابنها مثلا وفي هذا البيت وتم إعطاها الوثيقة إذا تزوجت تنشأل منها الوثيقة يستبعد اسمها من الوثيقة يستبعد اسمها فنشوفها من ناحية العكس كذلك إذا كان الزوج الكويتي مرتل يترملت يستمر حقا في هذا الطلب ويقدر يتزوج أي زوجة أخرى كويتي أو غير كويتي ويستمر طلبة فهذا التمييز الواضح والصريح فيه مخالفة إذا تزوج ولدها كما أن في تمييز ثاني أفوان أستاذي زوجتة سنين يعني أنا هذا ذكرتها بالمقابل أذكرها مرة ثانية 20 سنة 25 زوجتة اختلفوا لسببا ما أخوة كويتي وهي كويتية اختلفوا لسببا ما تم الانفصال يشيلها مثل الدعمة برد أقول كلمة هذه كأنها دعمة يشيلها يحط الزوجة الجديدة وهي شنو يبدأ لها خلاص هي ما لها حق حق السكن حق السكن بانتهاء حظانة أبناء فقط فهل هذا يرضي شرع أو قانون طبعا لا أنت عندك أساس الدساتير هو القرآن الكريم القرآن الكريم أعطى الكرامة الكامل للمرأة فلما نأتي يعني تخلي المرأة لعبة بيد الرجل بهذه الطريقة سيقع الظلم عليها ليس فقط من القوانين ومن الدولة أيضا من الرجل ذاته فإحنا نعطيها حق كحق الرجل وهذا حق شرعي قبل أن يكون قانوني حق قانوني طيب إذا تزوج ملدها هي خلاص ننتقل مع ولدها يعني هي مالها رأي هي مرتبطة بولدها هي مرتبطة بولدها مخالف بس لا الحين ننسى الزوج شوية عندها وثيقة عندها وثيقة لأن ولدها معاها تزوج الولد ماكو مشكلة عندها وثيقة فقط في حالة زواجها فهنين نعم المشرعني حدها بينها لا تتزوج أو حطها في موضع الاختيار بين أنها تتزوج أو أنها تضل في المسكن وتأخذ الوثيقة طيب ليه قبل الثلاثة وتسعين شنو كان الحال كانت كان فيه أرض وغاظ كانت تتملك كانت تصدر لها وثيقة تتملك طبيعي طيب اللي تملكوا قبل الثلاثة وتسعين استمروا في تملكهم بعد القانون ما يسري عليهم القانون وفي حالات معينة أحنا بعد أضفناهم مع طعوننا كانوا عندهم بيوت من قبل الثلاثة وتسعين ولحد الآن صفة إيجار صفة إيجار صفة إيجار لماذا؟ لتلاعب داخل القانون ما تنزلهم وثيقة التملك يعني ممكن قيمة الأجار اليوم مدافعين يمكن يفوق قيمة الأرض والعقار نفسها العقار نفسها لكن لا يستطيع التملك طيب اللي قبل الثلاثة وتسعين وتزوجت من غير كويتي نعم شنو الإجراء؟ كان يطبق عليهم القانون طبعا أنت عارف أي قانون يصدر بصفة مباشرة ويطبق بثر فوري وليس بثر رجعي فاللي قبل كان يسر عليهم ما كان قانون القديم كانت تتملك وصدرت لهم الوثاقة تتملك بشكل طبيعي نحن مصب هنا أن بالثلاثة وتسعين القانون رجع لوراء نحن دائما لما نقول في نصوص قانونية لازم تزيد من الحريات ولا تقمع بها فأهني نحن نحن تطعن نحن تطعن نحن مجرد نطلب المساواة بحق السكن للمرأة بالثلاثة وتسعين ظهرت هذه المشاريع البيوت المستأجرة والبيوت الشعبية ومشروع الأرامل والمطلقات مستواها هل تم تشييدها بالمستوى اللائق الذي يليق بالمواطنة الكويتية للأسف الشقق نحن شفنا الكثير من التصويرات الفقرات التي فيها مثالة عديدة وكانوا جدا يتخذونها منها سلبية أنا بنفسي قمت بزيارة لأحد المساكن الشعبية بأحد المناطق للأسف أنا رجعت في حزن شديد في كآبة شديدة من المنظر اللي أنا شاهدت أبدا لا يليق بامرأة كويتية واحدة غير كويتية لا يليق بإنسانة أن تسكن بهذا المسكن ما في أي أمان ما في أي وسائل معيشة كاملة فلذلك أحنا ما نبي بدائل ولا نريد أي نصوص تأتي تقلل من مكانة هذه المرأة وتميز بينها وبين الرجل ممتاز نسأل عن القروض العقارية نعم للمرأة الآن تم توفير هناك قرض يسمى بقرض المرأة طيب إش صار عليه هذا القرض عندكم إحصائيات أرقام عن عدد اللي بالفعل استلموا هذا القرض وبلشوا أو لا؟ القرض القرض لا يرتقي أن يكون هنا أنه هو حل شلون؟ موضوع القرض لمطلقة أو الأرملة سبب لنا مشاكل ثانية أول شيء عالجنا الخطأ بالخطأ بشلون؟ بالأساس الموضوع هذا خطأ أن المرأة ما عندها حق المساواة بالرجل أروح أعالجة بخطأ آخر أن أنا أعطيها قرض مو أرض وقرض بمبلغ بسيط وأخلي الحريم مثلا أو النساء يضطرون أنهم يعني يعني يعملون طرق ملتوية على القانون عشان والله أنا أتحصر من القرض تكون لي مثل تفريج عن همومي وأكربتي وأتملك لي شقة صغيرة طيب أنتو الحين القرض هذا اللي حطيته وحطيته عليه شروط تعجيزية شلون؟ أنه لازم تكوني مطلقة لازم تكوني يعني أنا متزوجة غير كويتي أنت قاعد تحثني على أبغض الحلال والطلاق أنا أطلق عشان أنا والله أقدر أفتش الضيقة اللي أنا فيها أنا وأبنائي طيب ما أنا بنت البلد وأنا كويتية ليش تخلوني أهدم أسرة كاملة عشان أتحصل من مبلغ زهيد يمكن حتى نص شقة أو يمكن نص دور ما يوفي إذا كانت بالفعل مطلقة حصلت على هذا القرض وتزوجت هذه إذا مطلقة إحنا نتكلم عن اللي متزوجة غير كويتي أنا أتكلم عن اللي غير كويتي إذا تزوجت عقوب غير أستاذ الفاذل إحنا نرفض هذا الحل البديل رفضا تاما وهي أحدى المواد التي طعنا عليها مادة القرض لأننا نبيل مساواة الكاملة لأن الدستور الكويتي أعطانا هذا الحق ونص على المساواة وأنه لا تميز بين المرأة والرجل فالحلول البديلة هذه كلها مرفوضة بغض النظر القرض هذه كفي أو ما يكفي بغض النظر شروط موجودة تعجيزية أو غير تعجيزية بما أن القانون أعطى الحق حق الرجل للتقدم بطلب رعاية سكنية من أرض وقرض من الشقق من بدال هذه السكنية كلها يعطي نفس الحق للمرأة الكويتي بالتقدم بنفس الرعاية السكنية لا غبار ولا خلاف على الكلام التي تفضلت فيه لكن نحن الآن أو اليوم هناك مشاهدين والمشاهدين يبوني يعرفون مثل ما تفضلت قلت هناك حلول ترقيعية وحلول بديلة ونرفضها لكن على الأقل بس دعونا نوريهم بس ما هذه الحلول أساسا انت ناقش فيها ولازم أنتم توصلون وجهة نظركم أننا لا والله نحن لا نحتاج هذا الحل البديل لأن هناك حل عادل وكامل في المساواة صحيحة يترخص بالمساواة لذلك مثلا الأستاذ حنانت فضلت وقالت أن المبلغ زهيد أول شيء ليس بل زهيد لأنه حتى الشروط تعجيزية أولا كانت المساحة تطلقي عشان تأخذ القرض يعني أنا أهدم أسرتي عشان آخذ مبلغ عشان أنا مواطنة كوتية أنا لا داعي أن تعطوني شروط كأنك تقيد مواطنتي في الدولة أنا حالي حال الرجل ما قاعد أطلب شيء يعني معارض للدستور دستور الكويتي يقولك أن الرجل والمرأة أهمى يأخذون صفة المواطن فلما تقرر لي قانون وتحط لي مواطن في هذا القانون لما تصيغ لي هذا القانون تصيغ صياغة كاملة وتامة وليست مجحفة لما تقول لي رب الأسرة لا تستبدل لي رب الأسرة وتحط لي مواطن تستبدل لي رب الأسرة وتحط لي مواطن لأن المواطن يشمل الرجل والمرأة نعم وكما هو مذكور بالدستور نعم فلا تحط لي رب الأسرة وتتلاعب لي في الألفاظ وبعدين تقول والله يا ما لها حق لأن قانون الرعاية السكنية يقول أنه رب الأسرة لا إحنا طعوننا المباشرة في هذا الموضوع نبي العدالة والمساواة في تقرير هذا القانون نحن لا نبي ترقيع ولا نبي تعديل بعض القانون نحن نبي تعديل القانون برمته الخاص في المرأة تعديل القانون بالكامل بالألفاظ والمصطلحات التي استخدموها في هذا القانون تستبدل لي رب الأسرة وتحطو لي مواطن لأن دستورنا الكويت قال أن المواطنين سواسية بالكرامة الإنسانية أنت هنا هدمت حتى كرامة المرأة تعديت على كرامة المرأة طيب الآن هناك سلطة تشريعية سلطة تنفيذية وأيضا السلطة القضائية وأنت أيضا مثل ما تفضلت في بداية الحديث تتجهت الآن للسلطة القضائية لانتزاع الحقوق التي كفلها الدستور لكن سأرجع أتكلم عن السلطة التشريعية وبعض المحاولات خلال الفترة السابقة وبنشوف وين وصلوا فيها نتمنى أنها تكون متطابقة مع الرأة التي عندكم ولكن بعد هذا الفاصل أعود لكم مرة أخرى أعزاء المشاهدين وحديث عن الطعون يعني الدستورية فيما يخص حقوق المرأة وتحديدا فيما يتعلق بالرعاية السكنية ما يخلف خلونا نوقف شوية عن هذا الموضوع أو هذا الجانب لكن خلونا تكلم بشكل عام الآن عندنا مشكلة أكبر ومشكلة تتفاقم بيوم عن يوم اللي هي المرأة نفسها المرأة المعنفة المطلقة وسمعنا عن شيء اسمه مراكز الإيواء حين مراكز اللي ونصها عليها القانون بس للحين على أرض الواقع ما تم بنائها ولا إنشاءها في قانون على أرض يعني في قانون رح يصدر قريبا ما سكتها الوزارة الشؤون ما سكتها المجلس الأعلى للأسرة سيصدر قريبا لكن على أرض الواقع ماكو هذا المراكز إلى الآن مع أنه في حاجة كبيرة حقها بالذات المعنفة الزوجة والابنة أكيد نظرة الرجل أنه مارقة إذا هي طلعت وخرجت لازم تستحمل هذا العنف وتسكت وما تلجأ حق أي جهات خارجية لكن هذا يضرها صحيا بدنيا فهي لازم يكون في هذه المراكز تساعدها اجتماعيا نفسيا وبدنيا على أرض الواقع أستاذ حنان أنتو تواجهون مثل هذه المشاكل أقصد كموكلات أكيد أكيد أنا عندي أكثر من حالة واجهتها شخصيا كموكلات عندي يعني العنف يعني في عندي حالات من الأبناء نفسهم وفي حالات من الزوج وفي حالات من الأخوان يعني والحالات هذه أقصى ما يفعلونه أن يروحون المخبر يسون ثبات حالها فقط فقط لا غير ولما تنظر قضيتها في المحكمة تنظر على أنها قضية جنحة ضرب عادية مع العلم أن الضرب شنو المفروضة تكون؟ المفروض أن المرأة يتم لأنها عنصر ضعيف في المجتمع يعني هي إنسانة محمن وصلت تكون المرأة تحتاج أحد يعني يكون لها سند في الدنيا إذا كان سندها لهو زوجها أو أخوها أو ابنها قاعد يمارسون العنف هذا عليها إذن منه سندها؟ دولتها الدولة هي السند الأول والأخير لهذه المرأة فالمراكز الإيواء هذه لابد من تفعيلها وإحنا ناشد من خلال قناتكم ومن خلال يعني جميع المسؤولين اللي يطالعوننا الحين أو اللي يشاهدون هذه المقابلة الناشد بالتفعيل هذه المراكز لحالات إحنا قاعد نشاهدها في المحاكم وعلى أرض الواقع يمكن في بعض الشغلات تنشر إعلاميا في بعض الأمور ما تنشر إعلاميا طيب أنا بهم بعد بوقف عند الفريق الآخر يقول لك يعني ما هي تناقض كثير منه أنه ما يصبح تطالبين بالمساواة والحقوق تكون الرجل للمرأة على خط واحد من الدستور وخط واحد من القانون بعدين تقول لي لي هم مستفعفات يعني لا في فرق فهم قصدي لا لا في فرق أنا أقول أنا مستفعفة مذكور بالغرام هي خلقت من ظلع الأعواج رفقا بالقوارير ورفقا ر McCosellum دائما نوسع على النساء رفقا بالقوارير لما أنا أي أقول لك أبي مساواة أنا ما قاعد أقول لك أبي مساواة إنها تصير رجل لا أنا أبي مساواة بالحقوق مثل ما هي عليها واجبات مساواة بالكرامة الإنسانية في فرق بين الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات وفي فرق لما أقول لك أبي هتصير كرجل كامل لا لازم تفرقون في هذه النقطة أقصد أنا بالناحية القانونية لما تروح تشتكي وتثبت حالة في المخبر وتنظر أمام المحكمة تنظر كجنحة ضرب صحيح جنحة عادية أيضا حتى الرجل لما يصير لنفس الموقف ويروح للمحكمة المحكمة تنظر لها كجنحة ضرب صحيح صحيح بس الرجل هل ممكن المرأة أن نتمارس عليه العنف؟ أي ممكن ممكن بس الرجل ما يقدر يطلع ما يقدر يوفر لمسكن ما يقدر يدبر أموره؟ الرجل يدبر أموره المرأة تحكمها عادات المرأة تحكمها تقاليد المرأة يعني إحنا في مجتمع شرقي إحنا مو مجتمع غربي إحنا ما نقدر المرأة تطلع وتروح تأجر لها مكان وتقعد والناس ما تتكلم عنها فلما تيني تقولي ضرب على الرجل أوكي الرجل يقدر يتصرف في أموره ولكن المرأة تحتاج دولتها أن تتصرف في أمورها تحتاج دولتها أن تتصرف إيواء المرأة هي التي تخضع للرجل وهذا المسكن للرجل هو اللي كان يوفره فإن أصبح هناك عنف من المرأة للرجل فهو يقدر يتصرف لكن المرأة أين ستروح؟ أين ساكنة معها؟ أين ستروح؟ من يحميها؟ إذا يقع تخضع له في السكن في النفقات وغيرها فلذلك حل المراكز الإيواء المؤنفين حل جدا جميل وفعلا ناشد بسرعة تطبيقها على أرض الواقع ممتاز شفت دائما نرد على السكن ودائما كل مواضعنا اللي أنت تكلم فيها آخر شيء يتصب في السكن أنها تعتبر هي بالفعل طيب أيضا بخصوص سكن المواطن المتزوجة من غير كويتي وتجاوز عمرها الأربعين سنة دار حديث عن مشروع لسكن خاص أو لسكن منخفض التكاليف الآن قبل لا نأخذ ونعطي في هذا الموضوع أيضا كاميرتنا كانت لها بعض المقابلات في الجمعية الثقافية النسائية وخلونا نشوف هذه الردود ونرجع نكمل يعني العضوات لما أقريت لنا قانون أقريت لنا قانون أعوج وعرج ليش حاطي لنا شرط التطلق وترموا ليش طيب إذا أنا أقدر أرد هذا مثلا إذا خليت قرض من الحكومة أو بيت أسكان إذا أنا أقدر أسدد ليش ما تعطوني ليش شنو ناقص شنو الفرق بيني وبين الرجل ولا بس بالانتخابات تعرفوننا ولا الكراسي اللي ما تقولون على الكرس الأخضر ترسون الكويتية لا إحنا موجودين والراقب أداءكم وأنا قلت لهم وحتى اللجان النسائية مات الأعضاء قلت لهم قلت ترى إحنا قاعدين راقب وإحنا نوقف معاكم وإحنا نساعدكم إحنا نتطلع إلى شغلة وحدة اللي هي مستواتنا نبي حقوقنا نبي سكن يعني أنا الآن صرت فوق الخمسين لأن الآن أنا بشقة لهم متى أموت وأنا بشقة وعيالي لما أموت وين يروحون؟ بالشارع العيالي ترى لأن الآن مساكين الصغار يقولون إحنا كواتيين ترى إحنا كواتيين يما شلون وين نروح؟ طبعا بالنسبة للوظائف وظائف ما فيه عرفتين في ناس أعرفهم أمهم توفيت أبوهم توفى قاعدين لا وظائف لا سكن لا شيء نفسياتهم تعبانة ليش هذا على حساب منه؟ تابعنا بعض ردود الأفعال في الجمعية الثقافية النسائية في ذاك الوقت ولكن وضحوا لنا اللي يتكلمون عنه بداية نحن نرجع حق الموضوع السؤال اللي يتجاوز أربعين سنة موم الزوجة قانون 2011 المعيب نص على أنه لازم ثنتين يكونون موم الزوجات يكونوا مع بعض ذوي القربة حتى الدرجة الثالثة عشان تعطيهم الدولة الحق في السكن وهذه الشقة واذا ما فيه؟ ما فيه؟ ما ليس حق ما ليس حق نشوف الشروط ثنتين والبنت مطلقة مثلا؟ من اللي درجة حلثة؟ ما تقدم إذا تطبق عليها الحالات الأخرى إذا كانت أرملة أو مطلقة نشوف شن الحالات تطبق عليها إذا ما توافرت فيها الشروط ما لها أي شيء في حالة توافرت الشروط؟ كل حالة لها شروط معينة وتنظرها وشنو الناتج آخر شيء؟ شنو اللي يصير؟ يعني أنا البعض قايا يأخذ مساكن أي بالضبط هذه شنو؟ البعض قايا يأخذ مساكن منخفض التكاليف البعض قايا يأخذ الشقاق المطلقات في بعضهم يمنحون قروض فكل حالة فرقوا فهذا فيه تمييز حتى بين المرأة والمرأة أكيد تمييز واضح بينهم فإحنا ما نريد تمييز لا بين المرأة والمرأة ولا المرأة والرجل طيب تقديم هذه الطعون الآن تقدمت أنت بثلاثة طعون نعم شنو الإجراء؟ أو شي تقدمت بثلاثة طعون؟ ثلاثة طعون حضراتكم مباشرة حنان حنان والأستاذ يوسف لو وأيضا 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 هناك وبدعم من العنصر الرجالي من جنود مجهولة ماذا كنا أساميهم؟ دعمين تماما بالقضية بالكامل طيب يبقى أيضا هناك سؤال يقولك تتساءل المرأة الكويتي المتزوجة بغير كويتي هذا سؤال أيضا وردنا أيضا يوم كنا عند أخذ اللقاءات من فكرة مشروع منخفض التكاليف مطالبة بالمساواة مطالبة بالمساواة مع الرجال لماذا تبقى وحدها معزولة في منخفض التكاليف وفي مناطق غير المناطق التي هي متعودة عليها أو بينها هذا اللي نصينا عليه هذا اللي ذكرنا سابقا أنه كان في منطقة وبعيدة عن العاصمة الكويت وكلها غير مهيئة للسكن والاستقرار الأسري وغير صالح للمعيشة المنطقة نفسها غير صالح للمعيشة هي مو بيوت هي كيربي صاير أصلا وما في أي صيانة دورية حق المكان فأبدا المكان غير ملاءم للمرأة ولا يرتقي لكرامة المرأة الكويتية ممكن نلقي اللوم شوي عليكم ليش؟ أقصد المرأة بشكل عام من الثلاثة وتسعين وين مطالبات المطالبات الجدية في هذا الخصوص خصوصا أن هذا الموضوع لما تفضلون وتشرحونه بشكل بشكل كبير وبإسهاب وبالتفاصيل ما في أحد يرضى أساسا على هذا من الثلاثة وتسعين ليلة 2005 ما كان في حق السياسي للمرأة فالمرأة ما كانت تمثل للمرأة في المجلس من الثلاثة وتسعين ليلة 2005 كان هناك العديد من المطالبات من المجامية النسائية وجمعيات النفع العام جمعية ثقافة النسائية العديد والكثير من المطالبات يطالبون النواب قابلوا ووزير الإسكان آنذاك فطالبوا وسعوا لكن دون جدوة ما طلعوا بحل جذري لهذه المشكلة الإسكانية كانت مجرد أن يصبرونهم يوعدونهم المشرع يلقى عليه اللوم الأول والأخير حتى لو كان المشرع هذا الرجل لازم ينظر لصالح المرأة المرأة أخته أمه بنته فأحنا ملازم تمثلنا مرأة كي تطالب بحقوقنا كما أن الموضوع المحكمة الدستورية حضرتك تقول وين تحركاتهم أول يعني وصل يعني معناتها أنه شنو أنه لما قرأنا باب المحكمة هنا حسيته أنه في تحرك مع العلم أنه هناك ثلاث سلطات مختصة بالدولة تشريعية وتنفيذية ثم قضائية فالقضاء أحد السلطات أكيد ولكن نحن عندنا تشريعية وتنفيذية التي كانت في محاولات كثيرة من جمعياتنا في عام الكويت أبرزهم جمعيات النسائية اللي بالخالدية جمعيات حملات يعني كان مدعومة أساسا بعد من عناصر رجالية من أعضاء مجلس أمه اقتراحات تم تخدمه ولكن تم أهمالها بشكل كبير ويعني اركنوها على قولتهم نحن نقول بالكويتي اركنوها جديد تحت الطاولة طيب نأخذ الحقوق السياسية للمرأة هناك مطالبات عديدة لإعطاء المرأة حقوقها السياسية في الانتخاب والترشح وغيرها من الأمور منذ زمن بعيد يعني مو بالألفين وخمسة نتكلم قبلها بعشرين ثلاثين سنة ولكن بالألفين وخمسة كان هناك يعني كان هناك توجه هذا واحد أثنين أيضا كان في حشد شعبي كان هناك بعض المظاهرات بعض الندوات متواصلة ويعني كانت الظروف والمت الظروف والمت بشكل كبير الآن الحشد الشعبي هذا ليش ما يصير مثلا أو الحشد النسائي الآن بالمرتبة الأولى ليش ما صار بالعشرين سنة الماضية أنا بس أبي أعلق أفوان على الموضوع هذا حقوق المرأة السياسية إذا أنت كنت حضرتك متابع جيد لهذا الموضوع بلش برفع دعوة ترى ولكن لم يتم قبولها شكليا هي كانت مطالبات ودية ولم تجدي ثم تم رفع من زميلاتنا وزملائنا ولم يتم قبولها شكليا فكانت الانطلاقة من رفع الدعوة ثم بعدين تدخل المغفور للشيخ جابر الأحمد بمرسوم بهذا الموضوع إذن المرأة استحقت لحقها السياسي بدايتها دعوة ماشي بس الدعوة هذه لم تكن أمام المحكمة الدستورية نعم نعم بس حركت لك شنو حركت لك شارع كامل سؤالي لك وين الدعوات في هذا الخصوص في الحق الإسكاني للمرأة حتى لو يعني لا نتعلل بوجود المحكمة الدستورية لأننا كنا نقدر نرفع دعوات مثل ما تفضلت أحنا مشكلتنا مثل ما قلنا سابقا أن أول كانت لازم طالب في دعوة موضوعية ما رح تكسب هذه الدعوة الموضوعية رح تأخذ الرفض لأن القانون ما يتيح لها هذا الحق ماشي بسك حرمك لازم يكون في تعديل القانون نفس ما يعطيها المشرع سلطة القضائية ملتزمة بتطبيق القانون القانون في عوارد ستوري القانون في مخالفة صريحة السلطة القضائية ما تقدر تغير هذا القانون يجب تغييرها من السلطة لتشريع نفسها النواب نفسهم لازم يكون فكرهم وتوجههم إلى أنصاف هذه المرأة وتعديل القوانين المخالفة سؤالها بصراحة بعد إعطاء المرأة الحقوقها السياسية وبعد 2006 وال2007 وبعد ما تم وصول النائبات إلى مجلس الأمة حسينا بعدين في فترة من الفترات أن المرأة صوتها خفت نزل الصوت مطالبتها بحقوقها بحقوقها كأنها خلاص ارتضت الحقوق السياسية هي بديل لجميع حقوقها نقول للاجتماعية الأخرى فما قمنا نشوف مطالبات ما نشوف حتى النساء ما نشوف الندوات ما نشوف هذه الأمور لماذا؟ لا عفوا هذا الفكر أعتقد أنه واصل بشكل ناقص كيف؟ الحق السياسي يختلف تماما الحقوق المصيرية لما أنا أتكلم عن حق سكن هذا حق مصيري هذا حق استقرار بالدولة الحق السياسي نعم أعطى المرأة كرامتها من ناحية السياسية ولكن هذا مو موضوعنا حق السياسي يختلف تماما على الحق الإنساني والاجتماعي للمرأة أستاذ حنان عشان بس مرة ثانية أعيد لك السؤال نعم بعد إعطاء المرأة حقوقها السياسية انخفضوا صوتها انخفضوا صوتها نعم من ناحية السياسية من ناحية أنا أتكلم حتى عن المطالب الأخرى وكأنها ارتضت فقط الحقوق السياسية هذا الحقيق غير صحيح طيب شنو الصحيح؟ هناك مطالب ولكن لم يسلط عليها الضوء إعلاميا لم يسلط كانت هناك مطالب في الحملات في جمعيات النفع العام في حقوق الإنسان في كل جمعية نفع عام في دولة الكويت تشوف في مطالب المرأة ولكن لم يسلط لها الضوء لأن يعني ممكن تكون فيه سياسة معينة في هذا الموضوع ولكن المرأة موظفة عن مطالبها موجودة فيه قوانين كثيرة حتى صدرت لصالح المرأة فالقوانين متصدر لصالح المرأة يكون نتيجة مطالبات قانون الطفل والمرأة العاملة قانون الأسرة فهذه كلها ترنيجة مطالبات ما أطلعت ثقائيا فيمكن الهدى هدى الإعلام من ناحية السياسية فقط لكن المطالبات أول كان يصير فيه حشود كان يصير فيه مظاهرات الحين يمكن المطالب صارت طريقة المطالبات نفسها صارت غير واختلفت صارت المطالبات أهدأ وبطريقة قانونية وبطريقة حضارية يمكن أكثر صار عندك الآن صوت في سلطة تشريعية صحيح سواء كان عن الانتخاب أو حتى أيضا للترشيح بالمجلس وأيضا عندك المحكمة الدستورية حق الطعن سلطة قضائية نعم كسلطة قضائية الآن يبقى السؤال المستحق الخطوات الليعية ما تفعله؟ في الطعون الدستورية نفسها؟ في هذا الموضوع بشكل عام في هذا الموضوع بما أننا تركنا هذه الطعون الدستورية بيد وأمانة المحكمة الدستورية فنحن نترك لهم هذا المجال ممتازة في مطالبات أخرى عديدة إن شاء الله سوف يكون طعون قادمة مستقبلية للمطالبة بأي حقوق أخرى ما تثبتها أو حرمت منها المرأة الكويتية أقولك يا بكلمة واحدة لننتوقف أبدا نعم نحن كنساء الكويت نحن نقول إنسان نحن محاميات نحن بناتها الديرة بنات الكويت أي حق للمرأة الكويتية ما رح نوقف إن نحن نطالب فيه بالنسبة للطعون الدستورية هذه بداية الغيق قطرة وهذه الموضوع يعني موضوع للطعون الدستورية هذه فتحة باب نحن نسميها كحق إسكان ولكن في عدة حقوق أخرى نحن إن شاء الله تحت الدراسة بيني والأستاذة منا سؤال هل بالفعل اللي سمعنا أننا المحكمة الدستورية أجلت البت في هذه الطعون صحيح؟ فيها الطعون لا هي طريقة أنه يقدم الطعون وهي قيدت بشكل رسمي لكن تأخذ فترة كم شهر عشان تدخل للجنة فحص الطعون يتم قبولها شكرا وتحتلها جلس في موضوع ثاني ممكن كان فيه لبس معاكم أن نأجل الطعون الطعون الانتخابية كراء مو طعون مو طعون الانتخابية نتكلم عن هذا الموضوع لا 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 نقصد لأستاذ المشاهدين بس عشان يكونون على درايها الآن التقاضي أمام محكمة الدستورية يختلف طريقها عن التقاضي أمام محكمة الدستورية لازم يكون فيه مصلحة يقدم كفالة مالية توافر شروط توقيع ثلاث محامين يتم تقديم الطعن هذا يستلمونه يخضع لفحصة دراسة فيه لجنة فحص الطعون الدستورية إذا شافت أن فيه جدية طبعا يأخذ أشهر فإذا كان فيه جدية وقبله وشكلا يحددون لجلسة ويتم المرافعة فيها قواكم الله بالفعل الكلام عن هذا الموضوع بالذات يستحق فرد للمساحة الكافية والوافية يجب على المجتمع بصورة بصورة رئيسة أنه يعرف شيء يصير للمرأة من صح التعبير فقواكم الله ويعطيكم ألف عافية وإن شاء الله نتمنى في القضايا الأخرى التي تبنونها إن شاء الله راح نستطيعكم وتتكلمون شكرا لك على إصلافتكم قواكم الله والساعة ومباركة كل الشكر للمحامية الأستاذة مونة الأربش والمحامية الأستاذة حنان العنيزي واحد يتحول الطعون الدستورية فيما يخص حقوق المرأة وتحديدا في القضية الأسكالية قواكم الله والساعة الله يقويك شكرا لك أزال المشاهدين فاصل وعاجعين لكم اشتركوا في القضايا